فتن حمامة والله الحمد لله خير جداً انا كنت عندها النهاردة بصحة جيدة ومش نايمة في صير ولا حاجة هي كان عندها شوية تعب ضربات القلب مضطربة شوية ودخلت المستشفى عشان تعمل تحليلات وفحوصات والنهاردة كانت كويسة قوي وسامحولها بالخروج وقيا روحك بيتها فانا بطمن حضرتك بطمن حضرتك انها بخير وكويسة وكل حاجة محتاجة شوية راحة بس ان شاء الله طبعا انا متأكد ان قلبها موجوه على الناس الشهداء اللي ماتوا هنا والشهداء اللي ماتوا هنا لا هي ستة حساسة خاصة كانت هي في اسكندرية في الوقت ده والحادثة دي تقلمتها جداً انا متأكد من كده طبعا هي طول الوقت الحقيقة يعني على مدارة تلات سنين اللي فاتوا ما كانش بيفوتها اي حدث غير لما تخرج ورغم انها مقلة جداً في انها تطلع تتكلم لكن كان الموضوع بالنسبة لها شيء مهم اقول انها تطلع وتتكلم وتوعي وتقول طبعا مشاكلنا هتصال حضرتك والف حمد الله على سلامتها وتخرج لنا بالف الف سلامة وتبقى ضيفة معززة مكرمة في كل البيوت المصرية نتمنى نستضيفها مرة او حتى نعمل معها لقاء تليفوني هتبقى في منتقى السعادة الشعب المصر كله حيبقى فرحان ويتطمن عليها شكراً يا استاذ بعد شوية دكتور بعد شوية لان الدكتور امر انها ترتاح شوية ان شاء الله يا فندم راحية عندنا اهم من اي حاجة شكراً يا استاذة سميرة اشتركوا في القناة